صباح جديد يرفرف فيه العلم الوطني وتعلو فيه أصبات التلاميذ مرددة النشيد الوطني ضمن زيارته وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لمدينة تيغنت وبعد رفع العلم الوطني تجول الوزير والوفد المرافق لها داخل أقسام المدرسة مؤحدة وتابع سير الدروس عن قرب في إطار المدرسة الجمهورية بولاية ترانزا ومن بلدية تيغنت إلى مدينة المذررة توقف الوزير عند مدرسة الدار البيضة التي تحتوي على قرابة 300 تلميذ من مختلف القراءة تجول الوزير داخل فصول الدراسة مطمئنا على انسيابية الدروس ومشددا على الالتزام بتعليمات المدرسة الجمهورية وفي طريعتها احترام الوقت وقد أنشئت هذه المدرسة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأذر هذه الثانوية المذررة كانت محطة لزيارة الوزير قدمت شروح حول الصرح العلمي والمشاكل التي تعانيها الثانوية لتأخذها الجهات المعنية بعين الاعتبار كانت فرصة كيف قلت للطلاع لبعض المسائل التي تعزز المجهود ودور تنقبض الإجراءات سواء تعلق منها بتوفير اللي قال من المدرسين والأساتذة أو بعض التجهيزات اللي تعلق بتوفير الطاولات داخل المؤسسات وحتى تأمين لأن المؤسسات تحود فيها حراس وفيها ذيك المسائل الكاملة اللي معينة لأن المؤسسة من نفسها تحود فضاء ملائم للدراسة والتعليم على كل حال عملياً طينا بعض التوجهات والإرشادات اللي مشرعنا لأنها تواصل وتعزز المجهود اللي مقام به وفيه بعض المسائل إن شاء الله اللي حصل لنا العلم بها ودور متابعوها على مستوانا نحن بالنسبة للوزارة وذلك اللي عنده علاقة بالقطاعات الثانية إن شاء الله ودور يتواصل وهنا المدرسة العتيقة بالمذرذة التي بلغت من الكبر عتية وكانت ولا تزال تخرج الأجيال المسلحة بالعلم إرث تعليمي وتاريخي وقف الوزير احتراماً وتقديراً لها واستمع إلى دور المدرسة في إنارة دروب المارين من هنا فيما دع القائمون عليها إلى ترميمها والاستفادة منها في سبيل إنجاح المدرسة الجمهورية المشهودة هكذا طلع وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي على جل المشاكل الحاصلة في التعليم بمقاطعة المذرذة من أجل تغلب عليها في القريب العاجل والرفع من موسر التعليمي في بلادنا محمد عمر بلول الموريتانية مدينة المذرذة